بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ملحق أسماء أيام الحج أولا يوم التروية هو اليوم الثامن كانوا ينقلون الماء فيه إلى منا ثانيا يوم عرفة أو الوقفة وهو اليوم التاسع ثالثا يوم العيد أو النحر وهو اليوم العاشر رابعا يوم القر هو اليوم الحادي عشر خامسا يوم النفر الأول هو اليوم الثاني عشر سادسا يوم النفر الثاني هو اليوم الثالث عشر وليلة جمع هي ليلة العيد سميت بذلك لاجتماع الناس فيها بعد الوقوف بعرفة لأن أهل مكة في الجاهلية كانوا لا يخرجون إلى عرفة مواطن الدعاء في الحج خمسة أولا في عرفة بعد الزوال يوم التاسع إلى الغروب ثانيا في مزدلفة بعد فجر يوم التاسع حتى الإسفار ثالثا بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى أيام التشريق رابعا في الطواف خامسا في السعي بين الصفا والمروة وعليهما الزيارات الشرعية بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم أولا ينوي شد الرحل أي السفر للصلاة بالمسجد النبوي لحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه وحديث صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه متفق عليه ثانيا الصلاة في مسجد قباء لحديث من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره أخرجه ابن ماجة ثالثا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما لفعل الصحابة رابعا زيارة مقبرة البقيع لفعله صلى الله عليه وسلم خامسا زيارة شهداء أحد لفعله صلى الله عليه وسلم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر